في كلمته بمناسبة عيد العمال أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحق في العمل يحظى باهتمام بالغ من الدولة من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة وقد أشار الرئيس في هذا الصدد إلى أنه أصدر توجيهات للحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو في الوظائف بما يتماشى مع النمو الاقتصادي فقد وجهت الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي وهي الاستراتيجية التي ستتوائم مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل كما أولت مصر اهتماما خاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات ترجمة نانسي قنقر